كما ذكرنا من قبل أن Data Types أو أنواع البيانات في JavaScript تقسم إلى قسمين رئيسين إما تكون Primitive Data Types أو أنواع بيانات أساسية مثلاً Number, String, Boolean وغيرها أو أنه يكون القسم الثاني Reference Types أو أنواع بيانات غير أساسية مثلاً شيء نقول عنه Object, Array كذلك Type نقول عنه Function إذن إحنا يوجد عندنا Data Type نقول عنه Function يكون مسؤول هذا Data Type عن تمثيل Functions في JavaScript كما أنه Type Number يكون مسؤول عن تمثيل الأرقام والType String مسؤول عن تمثيل النصوص كذلك Type Function يكون مسؤول عن تمثيل الدول في JavaScript إذن أنت بتكون عارف أنه لما يكون عندي أنا Data Type فرح يكون في مجموعة من القيمة مثلها فإذا كان عندك الآن Data Type اسمه Function فهو يكون مسؤول عن تمثيل القيم اللي هي بالنهاية عبارة عن Functions وعبارة عن دول في JavaScript فعشان كده راح نقول لك بشكل عام أنه Functions أو الدول في JavaScript ماذا تعتبر؟ تعتبر Objectات فعشان كده أقدر أوصل لبعض الخصائص الخاصة فيها أقدر أوصل كمان وأنادي بعض الميثود كمان أقدر أستخدمها كقيمة زي ما راح نشوف إن شاء الله في الدروس القادمة فهنا راح نتكلم عن بعض الخصائص والميثود الأساسية الخاصة بالType فلو بنسوي دالة أسمي هذه الدالة مثلا My Function وأرسل لها بعض البرامتر مثلا A, B و C الآن لو بنجي هنا في Log ونبدأ نشوف الType حقها لو كان عندي أنا الحين متغيّة مثلا Let A مثلا تساوي 5 وأطبع A Type A Type of A عفواً لو بنطبع A Type of A وكذلك نطبع A Type of My Function راح تلاحظوا أنه هنا الType راح يكون Number لأن A يخزن رقم أما Type of My Function راح يقول لك Type of Function لأنه عبارة عن دالة فإذاً هذي تعتبر Function إذاً راح أعملها ك Object بالتالي أنا الحين أقدر أني أوصل لبعض البيانات والتي هي الProperties والخصائص وكذلك أقدر أن أعدي بعض الميثود فعلى سبيل المثال لو تبغى أنت الآن تعرف مثلا إيش اسم هذه الدالة فراح تقول .Name إذاً هذه الآن نحن نعملها ك Object إذاً قاعد أوصل لخاصية اسمها خاصية Name فراح يقول لي My Function لو حكيت له تبغى تعرف كم عدد البراميترز أو الارغمانس الموجودة بداخله فراح تقول .Length ف.Length تقول لك ثلاثة الآن كوني عندي ثلاثة براميترز لو أرسلت مثلا براميتر الرابع مثلا اللي هو ABCD وكلا راح يقول لك أربعة وهكذا لو كان ما أرسلت ولا شيء راح يقول لك وشو راح يقول لك زيرو تمام؟ طيب كمان من الأشياء المهمة عندنا شيء نسميه Argument Object أو Arguments Object Arguments Object فكرة أنه أنت من داخل دالة وكي تقدر توصل إلى Arguments الموجودة عندك من خلال استخدام Arguments Object وطبعاً هو عبارة عن شيء شبيه بالArray ولكن ليس فعلياً Array فبالتالي من خلال الPosition 0 أو الIndex 0 أنا كأني قاعد أوصل لأول Arguments عندي من أقول له One فأنا راح أوصل لي الأول من أقول له اثنين فأنا راح أوصل لي الثالث وهكذا تمام؟ فلو بنسوي هذا الكلام هنا فرداً راح نطبع إحنا وراح أقول له مثلاً طبعاً لي Arguments مثلاً Arguments of 0 أوكي؟ وأسوي call الحين على هذه الدالة My Function أوكي مثلاً وأرسل له مثلاً القيمة مثلاً Hello فلاحظوا الآن أنا أرسلت بس اللي في الزيرو لو أرسلت عدة قيم أخرى مثلاً 5 مثلاً أي قيم تبيع مثلاً 8.9 اللي هو تمام؟ لاحظ أنا قاعد أقول لي الحين إطباع لي Arguments اللي جاي في position 0 فاللي في position 0 أنا أرسلت وشه أرسلت hello راح يقول لي hello لو حكيت له واحد واحد هو البي يعبر عنا الخمسة عبرت عنا بالخمسة صحيح؟ راح يقول لي خمسة لو أرسلت اثنين أنا أرسلت C عن position C اللي هو نايف راح يقول لك نايف لو أرسلت الثلاثة هيتديرها 8.9 لو أرسلت أربعة ما عندي أربعة راح يقول لي undefined غير معرف تمام؟ طيب لو تبغى تعرف عدد الArguments اللي أرسلها اليوزر فرح تقول log arguments dot length تمام؟ هن راح يجيب لك العدد اللي هو أرسله اليوزر لو أرسلت الآن ثلاثة راح تلاحظ يقول لي ثلاثة تمام؟ فإذن اختلاف بين اللي قبل شوية للحين ال length يجيب لك العدد الفعلي الخاص بتعريف الدالة أما arguments dot length يجيب لك القيم الفعلية اللي أرسلها اليوزر يعني الArguments اللي أرسلها اليوزر وهذا يفيدك في أنه مثلاً كان عندك انت دالة انت عارف أن ال Javascript يعني عادي أنه مثلاً كان عندك 4 parameters وArguments أنت أرسلتها بس واحدة فممكن أنت تسوي الشرط زي كده تقول له if arguments dot length أقل من 4 فهنا انت راح تقول له أنه خلاص خطأ لازم لك أنت ترسل لي هذا شيء فراح تقول لي M فالد مثلاً number of arguments تماماً على سبيل المثال فانا أرسلت واحدة فراح تقول لي M فالد number of arguments بينما لو أرسلت أربع arguments مثلاً ثمانا أرسلت الآن أربع فكل شيء بيكون تماماً يعني هذا الرسالة ما راح تعرض تماماً فهذا تفيدك بعض الحالات الأشياء كمان المهمة أنه لو تبغى تشترط أنه هذا لازم يكون مثلاً فهنا كمان يفيدك هذا الشيء أنه راح يجي هنا مثلاً لو أرسلت يعني أفغى أنه لازم الأول argument لازم يكون في هذا الحال راح أقول if arguments of zero أوكي إذا كان مثلاً الطائب حقاً ممكن نسويها بالطائب أوكي لو أحببين إذاً if type of arguments zero equals string إذا كان string ما نعته هنا الأمور تماماً إذاً هن راح نقول له مثلاً أكسبت إنه كل شيء للحين تماماً أما else راح نقول له مثلاً ممكن نرمي exception راح نتكلم عنها بعدين إن شاء الله راح نقول له مثلاً invalid أو أي شيء آخر أنت أنت تبعي فأنا أول قيمة عندي ثم إذا راح يقبل الشيء راح يقول له accept إنه كل شيء تماماً للحين لو أرسلت مثلاً هنا رقم هذه ما راح يعطيني هذا الشرط صحيف راح يقول له invalid input أوكي فالarguments يفيدك في أنه أنت تتعامل مع المدخلات التي راح أرسلها لك اليوزف أنك تعرف كما عددها تعمل الـ type وغيرها من العمليات الأخرى اللي أنت تقدر تسويها طيب كمان من الأشياء الأخرى المهماً لأنه أنتم أريد يعرفين كيف أنه إحنا النادي الدالة من خلانك تجيب اسمها أوكي وكذلك تبدأ تبدأ أنت تحط الأقواس الخاصة فيها فلو بنادي راح أقول my function وأبدأ حط الأقواس الآن راح يبدأ ينفذ هذه الدالة زي كمان فيه methods أخرى لما أنت تبغى تنادي يعني dynamically أوكي برمجياً أوكي وهذا راح يفيدنا مستقبلاً ففي بعض الميثود الموجودة عندنا مثلا مثلا ميثود اسمه أوكي هذا الميثود نعطيها أقواس لأنه مثود قاعدين نطبق على object الدالة هذه أوكي فـ .call واضح من اسمه راح أسوي الـ 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 كمان فيه مثود أخرى مثلا مثلا method اسمه bind راح تكلم مشاريع عنها بعدين من ندخل في الأوبجكتات مثلا آخر اسمه apply أوكي حيث أنك كمان تسوي واترسل arguments إلى آخر هذه كلها راح نتعلمها إن شاء الله مستقبلاً الهمة تهمكم كثيراً من ندخل في العمق الـ وقتها راح نرجع ونتعلمها إذن كل ما يحتاجه في هذا الفيديو تكون عارف أول شيء إنه عندنا data type اسمه function يكون مسؤولة عن تمثيل الدوال في الـ javascript الدوال في الـ javascript تعتبر object عشان كده تقدر توصل لخصات مثلا .length.arguments كمان يوجد فيه object آخر اسمه arguments أستخده من داخل الدالة يسمح لي بالوصول إلى arguments الدالة وأبدأ عالجه زي ما قبل شوي كمان بما أنه الـ function تعتبر object في الـ javascript في شكل عام فبالتالي أقدر أنادي بعض الميثود الخاصة عليه تمام